هناك تضارب في الأنباء عن هوية وما هي هذه السفينة أو ناقلة النفط التي تعرضت لهذا الهجوم بكل الأحوال تضارب إذن وتخبط في الأنباء والمعلومات منذ اللحظات الأولى لاستهداف ناقلة نفط بنياس لكن المستغربة حقيقة أن هذا التضارب على هويتها مثلا لم تقع فيه جهات دولية إنما إيرانية قناة العالم الإيراني أعلنت مثلا منذ اللحظات الأولى أن الناقلة إيرانية ثم خرج بعد ذلك موقع نوري نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لينفي ويقول إن الناقلة سورية هذا التضارب لم ينتهي هنا فوكالة تانكر تراكرز الدولية المعنية بناقلات النفط والسفن العملاقة كشفت أن الناقلة وزدم ليست إيرانية ولا سورية إنما مسجلة في بيروت وقالت الوكالة إن الناقلة عملت إلى جانب ناقلات إيرانية أخرى لنقل النفط الإيراني إلى نظام الأسد ما كشفته وكالة تانكر تراكرز يوضح الطرق التي تسعى من خلالها إيران للتهرب من الخضر المفروض على صادراتها النفطية مستغلة لبنان مجددا في سبيل ذلك فالناقلة هي إما لبنانية تعمل لحساب إيران أو سورية مسجلة في لبنان للتهرب من العقوبات أو إيرانية مسجلة أيضا في لبنان التضارب الإيراني والسوري لم ينتهي هنا بل وصل إلى خلاف على سبب نشوب الحريق فقناة العالم الرسمية سارعت للقول إنه هجوم متعمد وأن الناقلة أصيبت بمقذوفين أحدهما أصاب مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بضرر أكبر كما أشرت مواقع رسمية أخرى إلى أن الناقلة تعرضت لهجوم بمسيارة ثم خرج مصدر مقرب من النظام السوري نافيا كل ما سبق وقال إن سبب الحادث هو الإهمال لا أكثر ولا أقل وقال المسؤول في نظام الأسد إن حريقا اندلع أثناء قيام عمال على متن ناقلة بإجراء عملية لحام ونقل موقع نوري نيوز الإيراني عن المسؤول الأمني السوري قول إن الجهة الرسمية ستصحح الخبر قريبا